من جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن روعة ومن رحمة ربنا بحضرة النبي أن ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تبنمشوا رحضة النبي ليه قال لأن الطريق الأذى الذي في الطريق إلى الله يخاف من رسول الله ونصرت بالروع بمسيرة شهر فلما رسول الله يمشي في الطريق قبلنا اهدينا الصراط المستقيم وذلك بعض التفسير أن حضرة النبي الصراط المستقيم اهدينا بمحمد يا رب العالمين فيمشي حضرة النبي فيزيل كل ما في الطريق وكأنه أنا فرطكم واللي فرط دوت على الحوض كأنه رسول الله سلم يروح يرتب الكيزان يرتب المسقى يرتب المشرب لهم فأنا فرطكم على الحوض يعني أن رسول الله سلم هيرتب لنا فالفرط هو الذي يسبق غيره فيسبق كأنه بيرتب لنا هذا وهم بيقولوا أن حوض حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كيزانه بعدد نجوم السماء يعني يعني ما فيش حد إلا ويشرب إن شاء الله من أهل حضرة النبي حتى هم لما سألوا اعترفنا إزاي رسول الله قال ستأتون غر المحجلين فإذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيبشرهم وقال لهم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن الله وبعد كده يقول وإني أعطيت مفاتح الأرض وإني أعطيت مفاتح الأرض إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول أنه جمعت له كل مفاتح الخزائن خزائن الأرض أعطيت مفاتح الخزائن الأرض فيعني يقول لي حاصل لو عايزين من النعيم أعطيكم فإنما أنا قاسم وليه أعطي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح خزائن الأرض ورسول الله قال كده إنما أنا قاسم والله يعطي عشان يقسم وإني والله ما أخاف وإني فرطوكم على الحوض وإني إيه اللي حاصل رسول الله سبحانه وإني شهيد عليكم وبعد كده يجي يروح حضرة النبي يحلف تاني وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي إيه ده حضرة النبي بيحلف إن إحنا لن نشرك الرسول اللي سبحانه مش خايف علينا الشرك ورسول الله بيخاف علينا أكتر من أبينا ومن أمنا ومن أنفسنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني مش أولى بالمؤمنين منين وعشان كده قبل كده قلت لكم في أيها الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم في غير السياق القرآن كان يجي النبي وأبو المؤمنين وحضرت النبي في حديث آخر قال أنا جد كل تقي لكن هنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه ما لهم أمهاتهم طيب هو ليه ما قاله النبي وأبو المؤمنين قال لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا وأحن بنا من أمنا من أبينا منا فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسه إذا حضرت النبي بيخاف علينا مش من الهوى الطاير بيخاف علينا من أفكارنا من ولذلك كان عايز يحذرنا من فكرة خبيثة فكرة هيستثمرها أهل التدين الكمي ويفسدوا الحياة إن المسلمين هيشركوا ويضيع التوحيد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني والله بيقسم حضرت النبي بيقسم إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي يا نهار ربي حديث البخاري المسلم يا يا أصحاب التدين الكمي يبقى رسول الله مش خايف أن تشركوا إلا بايزة كنتوا عتوصلوا إن ربنا سبحانه وتعالى أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خزلوا والعياذ بالله أو إن رسول الله بيخبرنا خبر مستحيح لو أنتوا عايزين كده عشان تستمروا في طريق تفكركم وتستمروا بإن المسلمين أشركوا ما أنتم مش قدرين تفهموا حضرت النبي مش قدرين تفهموا ورسول الله بيقوله كيف تأتي يا أسامة يوم القيامة ولا إله إلا الله تجادل عنه يوم القيامة فمخلي لا إله إلا الله تجادل عن الرجل يوم القيامة فأنت مش عايزين كده أنت عايزين الناس تشرك فرسول الله يقول إنه هو مش خايف علينا من أن نشرك إيه بقى يا رسول الله ما الذي تخاف منه يا رسول الله وده اللي أنا قلت يبقى تشوف كل المجود تعالوا بقى نهدى شوية ونعيد تقييم من اتبع رسول الله ومن خالف رسول الله تعالوا نعيد التقييم نعيد التقييم إيه من الذي اتبع رسول الله ومن الذي خالفه يبقى رسول الله بيقول لنا منطقة الكلام عن شرك المؤمنين ما نكونش دعو بيها دي خالص حدش كلام عن شرك المؤمنين خالص إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي بلاش يبقى ده ليس من حسن إسلام المرأة أن نشغل بالشرك